بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدارس راح نكمل إن شاء الله حديثنا عن data types أو أنواع البيانات طبعا تبقى لنا ثلاث أنواع بيانات وهي boolean و boolean و char و string هذه ما تكلمنا عنها طب ما تكلمنا عن string قبل شوية لكن البوليان و char ما تكلمنا عنها أبدا البوليان راح أجله إن شاء الله لما بعد لما تجي ال f statement هو الجملة الشرطية كل ما يهم في البوليان إنه ياخذ قيمتين true أو false إذا عرفت متغير بالنوع boolean مثلا قلت boolean boolean مثلا x فإنك تستطيع تسند له فقط إما true أو تسند له false ما تستطيع تسند أي قيمة أخرى أخرى ما تستطيع تسند عدد ما تستطيع تسند رقم حارف ما تستطيع تسند أي شيء تاني فهذا هو البوليان و راح أشوف إن شاء الله بتفاصيل أكثر خلنا الآن نشوف و نركز تركيزنا على char و string خلنا نبدأ ب string لأن حسبنا string قبل string هو في الحقيقة عبارة عن صف من characters أو charts أو صف من الحروف و أنا أفضل كلمة صف من الرموز و ليس الحروف لأنه مثلا string ممكن يكون في نقطة ممكن يكون في نقطتين و بعض يعني واحد من الرموز اللي فيه ممكن يكون فيه علامة dollar sign ممكن يكون فيه أشياء كثيرة وهذه كلها يعني ما نعتبرها نحن نهروف في اللغة و أنا نعتبرها رموز فإذن أي رمز في لوحة المفتيح ممكن يكون موجود في string فإذن نقول أن string هو صف من charts مضبوط أو صف من الرموز و بين قوسين charts مضبوط اللي هي charts طيب خلنشوف string معين خلنكون ما دخلنا للشار عن طريق string مضبوط خلنشوف string معين مثلا ممكن تكتب أنت في الجافة string مثلا string is gets مثلا Java is fun تمام يعني Java مسلية طيب خلنشوف العبارة أو string هذا كيف يكون الأس الآن راح يكون فيه string لما يجي الكمبيوتر هذه الذاكرة حكت الكمبيوتر زين؟ لما يجي الكمبيوتر يخزن string s راح يحط لنا كده هذا s زين؟ وراح يحط فيه الحروف هذه حرف حرف يحط الجي بعد كده a v a ثم الفراغ ثم i ثم s ثم 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 u ثم n ثم نقطة مضبوط راح حطها بالشكل التالي مضبوط سمي صف أو نسمي مصفوفة راح نشوف إن شاء الله فيما بعد ندرس المصفوفات بشكل أكثر تفصيل لحظنا نحن كل شوي ناخد شي ناخدنا method أخدنا object أخدنا مصفوف وكل هذي ناخد مقدمة بسيطة عنه فيما بعد ندرسها بشكل أكثر تفصيلا مضبوط فإذاً هذا هو الـ هذا هو اللي إذا كنت تبغى تقوله variable s أو نسميه object s اللي من نوع string فكل واحد من هذه كل واحد من هذه كل واحد من هذه هو عبارة عن char أو character أو حرف أو رمز مضبوط بسمى اللي تبغى لكن الاسم الرسمي في جافة هو char زين كل واحد من هذه إذاً هذا هو string s طبعاً فيه مجموعة عمليات في بعض العمليات اللي ممكن نسويها على string s بخصوص الحروف الموجودة في string هذا خلنشوف مع بعض برنامج التالي ونشوف العمليات اللي ممكن أننا نسويها هذا برنامج فيه خليط من string variables من نوع string ومن نوع char ومن نوع int وخلنشوف كيف يعني خلنشوف برنامج هذا نحاول نفهم وحتى نستفيد من العلاقة بين أنواع data types هذه أول شي طبعاً برنامج يبدأ بالتنفيذ عند السطر هذا زي ما شفنا قبل شوي هذا السطر راح يسوي لنا s في الميموري وراح يحط فيها الكلام هذا عجابة is fun نقطة زين فراح يحطنا هنا هنا لاحظ أنه الفراغ أو space white space الفراغ الابيض هذا أو المسافة تعتبر حرف بحد ذاته هذه لهم شي مهم جداً تعتبر حرف بعد كذا ننتقل هنا هنا بكل بساطة عرفنا متغير اسمه c1 والمتغير هذا من نوع char بيروح الكمبيوتر هنا يحجزنا مكان في الذاكرة اسمه هذا المكان اسمه c1 مضبوط من نوع char بعد كذا نجي هنا على اليمين هذا شي جديد الآن زين نركز معي في النقطة هذه هذه مهمة هنا هذا string s واستدعي هنا مثود تبع string s اسمها char at زين ما كنا في سكانر نستدعي next end وكذا أيضاً string نستدعي ميثودس فيه عنده ميثودس كثيرة هذه واحدة منها اسمها char at بشكل عام ال data types ال classes هذه كلها عندها ميثودس سكانر وسترينج وروح نشوف بعدين إن شاء الله الكلاس كلها عندها ما نسميه بالميثودس وروح نشوف إن شاء الله الأشياء هذه بالتفصيل لكن اللي يمنى الآن قلنا نفهم بالضبط هذه وش تسوي لنا هذه char at يعني عطني الكاركتر اللي ترتيبه اللي موجود في الترتيب رقم اثنين بكل بساطة هذا معنى الميثود هذي في يجي الكمبيوتر أقول اوكي أنا الآن عندي string s أبغى أجيب الكاركتر اللي ترتيبه رقم اثنين في string s مضبوط؟ طيب فكر معي وش راح يكون قيمة c1 أه طبعا أنت راح تقول a لكن هذا خطأ انتبه للنقطة هذه في الكمبيوتر هذه نقطة مهمة جدا وراح نشوفها فيما بعد إن شاء الله لدجتنا المصفوفات أو الأرز دائما الكمبيوتر عد من صفر فهذا صفر هذا واحد هذا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 هذا هو ترتيب كل عنصر من العناصر الموجودة في string هذا أو في الصف هذا فإذا ما الكمبيوتر تقوله عطني الكاركتر اللي موجود في الترتيب رقم اثنين في string s هذا الطريق ما هذا في يجي هنا يقول كون اثنين هذا اثنين إذا راح يكون فيه راح يعطيني v إذا راح أجي وحط v هنا راح أخذ v وحطه في char c1 مضبوط؟ إذا لاحظ هنا عرفنا متغير من نوع char اسمه c1 ووضعنا فيه character واحد طبعاً هنا حاجة مهمة جداً المتغيرات اللي من نوع char تاخد character واحد فقط string ياخد صف من الكاركتر سين واحد اثنين ثلاثة اللي تبغى مضبوط قد ما تكفي الذاكرة اللي عندك الشار ياخد character واحد فقط المتغير اللي من نوع char مضبوط فهنا حطينا فيه v القيمة v بعد كذا الآن ننتقل لتنفيذ السطر الثالث أو السطر هذا زين char c2 gets b هنا راح نعرف متغير اسمه c2 من نوع char هذا متغير c2 من نوع char c2 من نوع char راح نضع فيه character اللي هو character هذا اللي هو b زين الحرف b راح نضع فيه مضبوط اذا راح تصير قيمته هي b الشيء المهم هنا جدا لاحظ انه char ما ياخد الا حرف واحد او character واحد بينما string ياخد اي عدد من character او اكثر او حتى ممكن يكون فاضي string ما فيه ولا character مضبوط بينما char ما ياخد الا character واحد فقط او حرف واحد فقط ايضا هذا الفرق الاول الفرق الثاني string دائم يبدأ ب double quote علامة التنصيص تكون double مضبوط بينما التشار تكون واحدة فقط زين فاذا التشار تكون واحدة ويكون بينهم character واحد b c a capital a small a اللي تبغى مضبوط كل هذه كل واحد منها عبارة عن character value مضبوط او literal زي ما كنا قلنا احنا نقول عندنا تسعة هذا رقم literal قلنا مثلا الف او مية l هذا literal long يعني رقم من نوع long مضبوط نقول مثلا 20.3 if هذا رقم من نوع float ايضا هذا قيمة او قيمة فيها character تمثل character او حرف طبعا حرف ممكن يكون عربي حنا شفنا في البداية انه ممكن نطبع string في حروف عربية اهلا وسهلا فممكن يكون الف الحرف ممكن يكون الحرف على رمز مثلا نقطة مضبوط ممكن يكون الحرف نقطتين فوق بعض اه 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 من نوع أو الكاركتر من نوع F الآن نجي هنا الآن حين عرفنا انتجر زين ليش عرفنا انتجر X خلينا نحط الانتجر X وشالغرض من الانتجر هذا ال X زين الغرض منه هو كالتالي نبغى حين هنا قلنا للكمبيوتر قلنا يا كمبيوتر زين خذنا string S عطنا ترتيب الكاركتر C3 وين الكاركتر C3 هذا C3 وشالكاركتر F عطنا ترتيب ال F هنا في string S هذه معنى index of يعني ترتيب الكاركتر هذا الكاركتر هذا وشه ممكن اني يعطيه انا مباشرة اقول له كده F اقول له F هنا او ممكن اني يعطيه ال variable اللي من نوع char اللي هو C3 فاقول له عطني ترتيب C3 فC3 اللي هو F فيروح يقول لهذا F كم ترتيب ال F 8 فيجي يحط لي في ال X هنا 8 فتكون قيمة ال X 8 طبع الترتيب عبارة عن integer مضبوط فاذا حطينا هنا 8 في هذا ال variable واخيرا وصلنا الى اخر شيء اللي هو عملية اطباعة عملية اطباعة جدا واضحة اطبع string اس ثم بعد ذلك فراغ ثم الكاركتر C1 ثم فراغ ثم الكاركتر C2 ثم الفراغ ثم الكاركتر C3 ثم فراغ ثم الانتجر X فراح يطبع لنا string بعدين C1 و C2 قيمهم مضبوط اذا راح يطبع لنا جابا لو قلنا هذا هو الاوتووت حق البرنامج هذا الاوتووت حق البرنامج راح يطبع لنا جابا is fun نقطة ثم بعد كده يطبع فراغ اللي نحطينا فراغ ثم C1 اللي هي V ثم فراغ ثم الرقم ثمانية انا ودي تنفذ البرنامج هذا لكن هذا هو قدامك اذا كنت هذا هو بالضبط الاوتووت نفس اللي طلعنا هنا زين ودي تاخذ البرنامج هذا تنفذه تفهم الاشياء هذي تفهم اش معنى شارات تفهم اش معنى index of تفهم اش الفرق بين string وبين الكاركتر انه string عبارة مجموعة او صف من الكاركتر او صف من الحروف ان شاء الله في المحاضر القادمة نكمل على الكاركتر ونشوف العلاقة بين الكاركتر وبين الانتيجر